موسيقى اهلا بكم في الفيديو جديد مع دكتور ميكي في الفيديو اللي بفات اتكلمنا على احد انواع الكوليستريديوم وهو عبارة عن الكوليستريديوم تيتاني والفيديو ده حنتكلم عن الانفاسف هستو تاكسك كوليستريديا وهي احد انواع برضو الكوليستريديوم والسبيسيس ده بيطلق عليه الكوليستريديوم بيرفرينجيس والبكتيريا دي بتسبب حاجه اسمئه الهيستو tyrطوكسيك او بيطلق عليه تسمم في انسجة الجسم فانشوف اي هو بتاع هذا النوع من الكوليستريديوم وكمان حنشوف الفاكترز بتاع هذا النوع من البكتريا اللي هي كوليستريديوم بيرفرينجيس اللي بيتخلي el sports يعني يحصلي لها germination وكمان نشوف الdiagnosis بتاع هذا النوع من المرض و المرض اللي بتسببها والفريفشن و واخيرا التريتمينت كل ده هنعرفوه بعد الفاصل اهلا بيكم الكوليسريديم في الفرينجز دي عبارة عن بكتيريا جرامبازاتيب باسيلاي ويكمان الشكل بتاع الخلايا دي بيطلق عليه أوفلشيب ويبيتكون من سبورز هزي اللي سبورز بيطلق عليها تيرمينال سبورز او انها بتتكون في احد اطراف الخلايا وكمان نانو طايل ويبتستطيع انها تكون حاجة اللي هي قلنا قبل كده عليها الاندو تاكسينز ويبتسبب العديد من الامراض منها طبعا الفود بايزن اما الكوليسريديم في الفرينجز دي بقى فبتعمل مرض بيطلق عليه مايو نيكروزيس ومايو نيكروزيس كلمة مايو معناه انه عبارة عن عضلات ومايو نيكروزيس ده مرض معناه انه بيحصل تلف في انسيجة العضلات نتيجة الاصابة بالسبورز بتاع هذا النوع من الكوليستريديم وكمان بتعمل امراض اخرى بيطلق عليها الجاس جانجرين والجاس جانجرين ده عبارة عن موت للخلايا البكتيريا دي بتتواجد فيه الانتستين بتاع المان والانيمال وكمان موجودة في السويل والدست وكمان موجودة في الواتر وكمان ممكن تتواجد فيه الجينتال تراك بتاعت 5% من السيدات تعالوا شو بقى ايهو الفيرلينس فاكترز بتاع الكوليستريديم بيرفرينجز هذا النوع من البكتيريا بيستطيع انه هو يعمل بروديوسينج لي سم تاكسينز اند انزايمز ولو حصل ان حد اكل اكل ملوث خاصة الفراخ او اللحوم بهذا النوع من البكتيريا فبتسبب على طول الفود بايزن لانه مجرد ما بتخش هذه البكتيريا في الطعام فهي سريعة التكاثر فبيحصلها رابت ملتيبلاي والامراض اللي بتسببها دي نتيجة انها بتقوم بافراز بعض التكسينز في داخل الانتستين فبتؤدي الى الفود بايزن وكمان بتستطيع انها تعمل كمان بعض الامراض الاخرى زي الانفكشنز بتاع السكين وكمان في ديبرتيشوز لانها بتستطيع انها تنمو في ديبرتيشوز لان داخل الديبرتيشوز دي بيبقى الكنديشن فبيبقى مناسب لنمو هذا النوع من الكوليستريديو فبالتاني بيسبب مرض بيطلق عليه الكوليستريديو المايونيكروزوس او بيطلق عليه الجاس جانجارين وده نتيجة لبعض الكاربوهايدريد فيرمنتشن اللي بيتم داخل الانسجة فالجاس اللي بتكون ده زي ما حدتك عارف نتيجة الفرمنتشن بينتهي بتكوين جاس واسد فالجاس المتكون ده هو ده اللي بيعمل عملية الهيستو التاكسيك او بيطلق عليه التسامن بتاع الانسجة فاول ديزيز معانا النهاردة وهو عبارة عن الجاس جانجارين او بيطلق عليه المايونكروزوس وده عبارة عن ان هذا النوع من البكتيريا الكوليستريديان بيرفرينجس انها بتعمل انفكشن للمسل تيشوز عن طريق افراز بعض التاكسينز فبالتالي بيتكون ما يسمى التيشو جاس والتيشو جاس ده بيتكون داخل الانفكشن في الديد باديز فهذا الجاس بيعمل اكسليريشن للديكمبوزيشن لبعض الناس اللي عندهم بعض التيشوز الميتة نتيجة الجانجارين او عندهم بعض الحاجات المشاكل التانية زي اللارج آلسار او نيكروتايزنج الفاشي تايتز او اللي هما عندهم انفكشن نتيجة للسويل او عن طريق الفيسيز او عن طريق الووتر وحصل انفكشن داخل الجروح فبالتالي ادى الى هذا التيشو جاس او بيطلق عليه الجانجارين فطبع لما البكتيريا دي بتعمل انفكشن للجروح خاصة الجروح العميقة بتستطيع انها تنمو لعدم وجود الاكسجين في هذه الاماكن فبالتالي بيعمل لها تكاثر فهذا التكاثر بيتم بصورة سريعة فهذا التكاثر بينتج منه انه بتتكون الاسبورس والاسبورس دي بيحصل لها جيرميناشن والنمو الاسبورس دي بيعتمد على بعض الفاكترز هي اللي بتساعد هذه الاسبورس في النمو زي مثلا بعض الجروح اللي هي بتحتوي على الديد سيلز او تيشوز وكمان وجود الفورين باديز وكمان بعض المرضى اللي عندهم امبيرد في البلد او اللي هو عبارة عن ضعف في ضخ الدم زي المرضى اللي عندهم ديابيتك مرضى السكر وكمان أستروسكلوريتيك او المرضى اللي عندهم بعد تصلب الشرايين ده برضو يعتبر احد العوامل اللي بيساعد على نمو هذا النوع من الاسبورس وكمان المرضى اللي عندهم ميكس بايو جينيك انفكشن او بيسموها اللي هو عبارة عن عدوى تقيوحية فكل هذه الظروف بتقلل طبعا الاكسجين فبالتالي مدام الاكسجين قل معناها ده بيساعد على نمو اللي سبورس لهذا النوع من البكتيري فبالتالي ايه بتستطيع السيلز الناهج بتنمو وبيحصل فرمنتيشن للكاربوهايدريتز داخل التيشوز فبالتالي بيتكون الجاز وفي النهاية بيحصل طبعا المايونيكروزيس كل ده طبعا في النهاية بيؤدي الى التغير في اللون وكمان في الريحة واحد الفاكتورس برضو ان هذه البكتيريا بتستطيع انها بتعمل بروداكشن لبعض الطاكسينز وكمان الانزايمز فده بيساعد ايضا على عملية انتشار الانفكشن وكمان بيبقى فيه كمان حاجة اسمات توكسيميا او تسمم فيه الدم فده احد برضو الظروف اللي بيساعد على ان الاسبورس بيساعد بيحصل لها نمو وبيساعد على انتشار الانفكشن وبعد ما شوفنا الفاكتورس اللي بتأثر على نمو اللي سبورس بتاع هذا النوع من البكتيريا عندنا كمان تاني نوع من الانفكشن اللي معانا وهو بيطلق عليه اندومترايتس والمرض ده عبارة عن التهابات في البطانة بتاعة الرحم للسيدات بعد الولادة فالرحم بيحصل له انفكشن بي الكوليستريديان في فرينجز ويعتبر مرض من الامراض الخطيرة فلما بيحصل اصابة في الرحم ممكن يؤدي الى هذا النوع من المرض اللي هو الاندومترايتس او ممكن كمان يسبب الجاز جنجرين وكمان ممكن يسبب السبتيسيميا وبيطلق عليه تسمم الدم وطبعا بعد هذه الاصابة بيحدث طبعا الاجهاض وكمان ممكن تحدث هذه العدوى في السيدات اللي عندهم اورام في الرحم وكمان ممكن تحدث بعد الولادة خاصة الولادة الكيسرية ودلوقتي عاوزين نعرف ايه هو الدياجنوزيز بتاع الكوليستريديان بيرفرينجز خاصة اللي بتسبب الفوت بايزن فاول حاجة انحنا ممكن نحدد نوع التاكسين بتاع هذا النوع من البكتيريا من الفيسيز بتاع المريض وكمان بنعمل تاست بنستطيع منه نحنا نحدد عدد البكتيريا اللي موجودة في الفيسيز بتاع هذا المريض فعشان نقول ان هذا المريض مصاب بيه الكوليستريديان بيرفرينجز لازم يكون العدد بتاع البكتيريا على الاقل 10 باور 6 سبورس بيرجرام أوفستول في خلال 48 ساعة علشان نقول ان هذا المريض مصاب بانفكشن بهذا النوع من البكتيريا اما البرفنشن ويه التريتمينت بتاع هذا النوع من البكتيريا فده بيعتمد على عدد من العوامل اهم هذه العوامل ان المريض ياخد المضادات الحاوية المناسبة وخاصة البنسيلين وكمان التنظيف المبكر والكافي طبعا ليه الكنتامينيتد وانز وكمان ممكن نعمل رموفل ليه الفورين باديز اما الانتي توكسين ليه الوقاية من هذا النوع من البكتيريا فده انريليبا وكمان مافيش توكسويد او فاكسين لهذا النوع من الامراض او البكتيريا وكمان طبعا ليجب التدخل الجراحي في باتري الاجزاء اللي حصل فيها الجاز جنجارين واخيرا يكون هناك طبعا في حاجة اسمها الهايبر باريك اوكسيجين ثيرابي او ما عبارة عن معالجة لبيئ الاكسيجين للانسجة اللي فيها نقص اوكسيجين فبالتالي ندي هذه الانسجة اوكسيجين علشان نعوض نقص الاكسيجين ودلوقتي خلينا نشوف الفجر اللي معانا ده وهو بيوضح الباسوجينيس السامري اوف جاس جنجارين فازال انت شايف كده في الفجر اللي قدامك ان طبعا بتبتدي الاصابة بان بيحصل كنتامينيشن من السويل او من الفيسيز عن طريق الاوبين وانس فبالتالي في الديب وانس بيحصل ان السبورز بتتكون وبيحصل لها نمو وبعد كده بيستطيع الملتبلاي بتاع البكتيريا بعد كده بعد الملتبليكيشن الكولوسريديان بيرفرينجس بيتستطيع انها بتفرز بعض التاكسين وكمان بعض الهيدروليتيك انزايمس نتيجة البرودكشن بتاع التاكسين والهايدروليتيك انزايمس دي بيحصل فرمنتيشن للكربوهايدريت فبالتالي نتيجة الفرمنتيشن بتؤدي الى لارج ماونتس اوف جاس داخل التيشوز فبالتالي بيحدث ايه تيشو نيكروزي او بيطلق عليه المايو نيكروزيس ديزيز وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة واتمنى تكونوا استفدتم ولو بحاجة بسيطة ولو سمحت اضغط سبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اشكركم ربنا يوفقكم والسلام عليكم